بالنسبة للأخت الفاضلة بتسأل عن انقطاع دم النفاس بعد أسبوع أم ياسين طالما كانت في فترة النفاس وانقطع دم النفاس تماما مش لازم الأربعين يوم يعني الأربعين يوم ده أوصت ما قيل في أراء الفقهاء كحد أقصى لمسألة نزول دم النفاس يعني في بعضهم وصلها الأكتر من كده لكن مش لازم أوصل يعني أن أنا أعود أربعين يوم أو أكتر من أربعين يوم لا المفترض أن أنا إفريدي نقطع قبل الأربعين يوم خلاص باغتسل وبكون طاهرة مسألة بس الجماع أن احنا بس بنعود إلى الطبيبة اللي أنا بكون معاها لربما كان في نصيحة طبية بيقال لا يقرب الزوج زوجته أثناء هذه المرحلة يعني من باب حرك طبي لكن شرعي ما فيش مشكلة الصلاة والصوم وكل شيء كان محظور بتقومي بيه واغتسل وكل حاجة خلال الأربعين يوم لو نزل الدم بقى مرة تانية لو نزل الدم مرة أخرى دم النفاس بتنقطع عن كل شيء نحن واخدين بالرأي الأوسط ده فإذا انقطع الدم خلال الأربعين يوم وارتفع خلاص بتطهر وباغتسل وبعمل كل حاجة رجع نزل تاني خلال الأربعين يوم يبقى أنا أرعط للنفاس مرة أخرى بقى انقطع عن كل شيء إلى أن يرتفع الدم يا أختنا الفضلة فالسؤال على اللي انت حضرتك سأله بتغتسلي وتصومين وتصليين وكل شيء محظور على حضرتك بتقدري أنك انت تقومي بيه سلام